فيه الطاوى الصدر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا عليك توكلنا وإليك أنا بنا وإليك المصير شهدي الكرام أهلا ومرحبا بكم وهذه الحلقة من برنامج هذا ديننا هذا ديننا الإسلام والإسلام شرف لمن ينتمي إليه الإسلام هو الدين الذي اختاره الله تعالى لعباده حيث قال سبحانه إن الدين عند الله الإسلام ولا ثواب للعبد بعد عمله الصالح إلا إذا كان هذا العمل تحت راية هذا الدين قال تعالى وَمَنْ يَبِتَغِيْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيناً فَلَيْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَمَا ذَلِكَ إِلَّا لِتَمَامِ الْإِسْلَامِ وَكَمَالِهِ فَهُوَ الدِّينُ الْكَامِلِ الَّذِي تَمَّتْ بِهِ نِعْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى عِبَادِهِ قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما هو الإسلام؟ في هذه الحلقة نريد أن نتعرف على الإسلام بشكل بسيط وسهل التعريف بالإسلام من أشهر الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا وفي حديث كبريل المشهور الذي يرويه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما جاء جبريل في هيئة رجل وصفه عمر رضي الله عنه بقوله بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل عليه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر فجلس وأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على فخذي ثم سأله سأل جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أسئلة أربعة أول سؤال سأله عن الإسلام قال أخبرني عن الإسلام قال صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا الإسلام دين سهل يسير مبني على الشهادة أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهذا الركن يمثل الاعتقاد لذلك حينما عرف المسلمون أو العلماء الإسلام قالوا الإسلام عقيدة وشريعة العقيدة تتمثل في الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله وهي اعتراف باللسان وإقرار بالقلب وتصديق بالجوارح الأركان الأربعة الباقية عبادات وهي الشريعة يبقى عقيدة تتمثل في الشهادتين والشريعة تتمثل في العبادات والحدود والمعاملات هذه الروايات التي ذكرها صلى الله عليه وسلم في تعريف الإسلام ذكر العبادات لأنها العمدة في حياة العبد المسلم صلاة وزكاة وصيام وحج النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق فإن المنبتة لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى بمعنى خذ الإسلام وحدة وحدة بالراحة اتعلم وحدة وحدة اشتغل مع الإسلام على مهلك ما تستعجلش لأنك لو استعجلت فإن المنبتة لا أرضا قطعا ولا ظهرا أبقى لا هيحوز مسافة طويلة من الأرض ولا البعير اللي ركب عليه هتعين على المسير الذي فيه عجلة فخذ الأمور ببساطة وبسهولة وهو ده الإسلام اللي النبي صلى الله عليه وسلم عرفه أيضا في حديث آخر إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه الدين سهل وبسيط وما فيش حد هيقف قدام الدين ويشد فيه إلا هينغلب الدين هيغلبه فانتخذ الأمور ببساطة وبسهولة بدأ صلى الله عليه وسلم بعد ركن الشهادتين بالأركان الأربعة البقية التي تمثل العبادات في الإسلام الصلاة والزكاة والصيام والحج طالما أنك أعلنت أنه لا إله إلا الله فاعلم أن الله تعالى افترض عليك فرائض فعليك أن تؤديها وطالما أنك أعلنت أن محمد الرسول الله فهناك سنن ونوافل سنها النبي صلى الله عليه وسلم يستحب لك أن تقوم بها ربما يقول إنسان أكتفي بالفرائض لا حرج الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله علمني الإسلام علمه صلى الله عليه وسلم خمس صلوات إلا أن تطوع وشهر رمضان إلا أن تطوع وإن الله تعالى افترض في مالك كذا وكذا إلا أن تطوع وعليك أن تحج إن كنت قادر إلا أن تطوع ماذا قال الرجل؟ قال والله يا رسول الله لا أزيد على ذلك ولا أنقص قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق بعد أن ول الرجل يعني إن صدق الرجل في قوله بأنه لا يزيد عن هذه الفرائض ولا ينقص عن هذه الفرائض أفلح فهو من الفالحين من الناجين لكن نلاحظ أن الرجل قال لا أزيد ولا أنقص من حقك أن تكتفي بالفرائض إذن أنا متأكد حينما أديت الفريضة ولم أدي السنة إن أنا ما زودتش لكن هل أنا متأكد إن أنا ما نقصتش؟ يعني لما حضرتك جيت صليت الظهر أربع ركعات ومش هتصلي سنة لا قبلية ولا بعدية لا حرج عليك لكن هل تضمن إن الأربع ركعات اللي أدتهم فريضة لصلاة الظهر أدتهم كاملة بخشوعها وخضوعها أدتهم تامة لله عز وجل والله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي وقطع النهار في ذكري يا ترى أدتها في خشوع وخضوع تامة غير منقوصة طيب لو حضرتك بقى سرحت في ركعة من الركعات الأربعة مش هقول سرحت في اتنين أو تلاتة مش هقول سرحت من أول ما قلت الله أكبر ودخلت في الصلاة لغاية لما قلت السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله لأن في كتير مننا لا يشعر ماذا قال وماذا فعل في الصلاة بين تكبيرة الإحرام وبين السلام ربما السرحان يكون في ركعة أو ركعتين أو أكثر وهنا وظيفة السنة مهمة السنة مهمة أن محمد الرسول الله حينما سن لنا الحبيب صلى الله عليه وسلم السنن والنوافل كانت لحكمة السنة تجبر ما وقع من خلل حال الفريضة يعني وحضرتك بتصلي الظهر أربع ركعات سرحت في ركعة أو سرحت أثناء ركوع أو سجود أو غفلت في ركعتين لما تأدي ركعتين سنة أبل الظهر وركعتين سنة بعد الظهر هذه السنة تجبر ما وقع من خلل حال الفريضة حتى لو أديت الفريضة كاملة كما قال الرجل لا أزيد على ذلك ولا أنقص سيعطيك الله تبارك وتعالى أجر هذه النوافل وستجد ثواب ذلك عند الله تعالى كبير وهكذا الحل في كل العبادات يبقى حينما شرع الله تعالى الصلاة شرع لها فرائض خمس صلوات في كل يوم وليلة سبعتاشر ركعة ركعتين الصبح أربع ركعات الظهر أربع ركعات العصر تلت ركعات للمغرب أربع ركعات للعشاء إذا اكتفت بالسبعتاشر ركعة فلا حرج لكن اجضمنك أن أنت هتأدي السبعتاشر ركعة دول كاملين بلا سرحان وبلا غفلة إذن يستحب للمسلم أن يؤدي ما تيسر له من النوافل والسنن وسنن الصلاة ونوافلها سهلة ركعتين قبل الصبح قبل ما تصلي الفريضة صلي ركعتين لله تصلي ركعتين لله يضمن ليك أن لو وئع خلل في ركعتين الفريضة رب العالمين سبحانه وتعالى يسدهم لك ويديك أجر الصلاة كامل الظهر كذلك اثنين أو اربعة قبلية واثنين أو اربعة بعدية عشان الأربع ركعات دول لو فيهم خلل هذه الركعات تسد هذا الخلل وتجبر هذا الكسر الذي وقع في الفريضة العصر أربعة ركعات قبلية غير مؤكدة لأن لما نجي نتكلم عن نوافل الصلاة هناك سنن مؤكدة وهناك سنن غير مؤكدة فالمؤكدة اثنين قبل الصبح اثنين أو اربعة قبل الظهر اثنين أو اربعة بعد الظهر واثنين بعد المغرب واثنين بعد العشة الغير مؤكدين اثنين اربعة قبل العصر واثنين قبل المغرب واثنين قبل العشة غير مؤكدة إن شئت صلي وإن شئت فترك لا حرج حتى المؤكدة إن شئت تترك لا حرج لكن زي ما قلنا إن هذه السنن التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم تجبر ما وقع من خلل أثناء الفريضة تجبر هذا الكسر ثم يأتي بعد ذلك قيام الليل تصلي شفع وطر بعد العشاء إن شئت أجل بعد العشاء مباشرة وإن شئت أجل في جوف الليل كان أبو بكر رضي الله عنه يصلي الوتر عقب العشاء وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلي الوتر في جوف الليل أبو بكر رضي الله عنه كان يأخذ بالأحوط وعمر رضي الله عنه كان يأخذ بالعزيمة علاوة إن هناك كثير من السنن في الصلاة ربما لا يتسع المقام لذكرها لكن هناك سنن كثيرة إذا انتقلنا إلى الزكاة وهي أيضا فرائض وتطوع سنن الفريضة افترض الله تعالى في المال الذي بلغ نصابا ومر عليه الحول حضرتك معاك مال بلغ نصاب النصاب قد إيه؟ ما قيمته 85 جرام دهب لو معاك مال يشتري 85 جرام دهب وهذا المال بلغ عليه عام هجري يبقى واجب النصاب تطلع 2.5% ومعنا نورة أول اتصال السلام عليكم معنا نورة أول اتصال السلام عليكم عليكم السلام اتفضلي يا اخت نورة لا صارت عايزة تسأل على صلاة الاستخارة صلاة الاستخارة نعم حاضر حاضر فحضرتك لو معاك مال بلغ نصاب ومر عليه الحول يبقى واجب عليك انك تطلع 2.5% يعني كل 1025 جنيه طيب لو ما معاكش مال خلاص الشرط الاولان اختلت طيب لو معاك النصاب بس لسه ما مرش الحول مش عليك زكا لان الشرط التاني ما تحققش عندنا شرطين بلوغ النصاب ومرور الحول ومعنا الأستاذ محمد السلام عليكم يا سيد محمد السلام عليكم مولاني ازاي حضرتك الله يخليك تفضل وانت بالصحة والسلام انا بس كنت عزف وانت بالحراجة في السؤال البطيط اللي هو كيف يقل المسلم إلى مركبة الخصوة في الصلاة وما هو الفرق بين السنة المؤكدة وغير المؤكدة الاول سؤال الاولاني كيف يقل المسلم إلى مركبة الخصوة في الصلاة الخشوعة حاضر وما هو الفرق بين السنة المؤكدة وغير المؤكدة حاضر عفوا شكرا لاتصارك فإذا ممتلك الإنسان مالا يبلغ نصابا ومر عليه الحول واجب عليه الزكاة طب مش معك خلاص لا زكاة عليك يبقى أنت عندك بس خمس صلوات في كل يوم وليه حافظ عليهم تأديهم في المسجد جايز في بيتك جايز في العمل جايز بس الإسلام بقى بيشجع على الصلاة في المسجد وبيشجع على الصلاة في جماعة صلاة الرجل في المسجد تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه بخمس وعشرين درجة وفي رواية أخرى صلاة الجماعة تضعف على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة يبقى حضرتك لو صلت في البيت أو في العمل هتاخد درجة خلاص سقطت عنك الصلاة وبتاخد أجرها لو رحت صلت في المسجد هتاخد خمس وعشرين ضعف لو حضرتك صلت منفرد هتاخد أجرك سقطت عنك الصلاة وتاخد أجرك طب لو صلت في جماعة هتاخد سبعة وعشرين ضعف يبقى حضرتك لو صلت وحدك في البيت أو في العمل خدت أجرك وسقطت الصلاة لكن لو رحت صلت في المسجد وفي جماعة اتنين وخمسين ضعف وشوف بقى الحديث الثالث من توضأ في بيته ثم أتى إلى بيت من بيوت الله كانت خطواته إحداها ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة سبحان الله كل خطوة ترفع درجة وتحط خطيئة علاوة على اتنين أجر للجماعة والمسجد ما هذا الفضل طب ما معكش بقى مال وما بلغش نصاب ولا مر عليه الحول مش عليك زك طيب تعالي على الصيام بقى الفريدة الثالثة شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم حضرتك عليك صيام شهر رمضان على مين؟ على المسلم البالغ العاقل المقيم الصحيح ويشترط في المرأة أن تكون طاهرة من الحيد والنفاس معنى كده غير المسلم مش عليه صيام؟ طيب غير البالغ الصبي مش عليه صيام إلا أنه يستحب لولي أمر أنه يدربه على الصيام عشان يتعود عليه عشان لما يوصل إلى سن البلوغ يكون يتعود على الصيام نفس المسألة في الصلاة الصلاة هو أجب على المسلم البالغ العاقل فإذا كان الصبي ليس عليه الصيام ليس عليه صلاة لكن على وليه أن يأمره بالصلاة كما أخبر صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناءه سبع سنين يصلي فريضة ويسيب تانية مفيش حرج يصلي يوم ويعدي يوم مفيش مشكلة بس المهم بيقلدك وإنت بتعمل طيب لما يوصل عشرة لو ترك فريضة ينضرب بس ضرب إيه؟ ضرب يتناسب مع سنه أنت بس حسسه أنه في عقاب عند ترك الصلاة عشان لما يوصل سن البلوغ لأن قرب يدخل عليه يكون يتعود على الصلاة حتى لا يترك الصلاة لأنك لو سبت لغاية لما يجي سن البلوغ وقلت له صلي صعب لو سبت لما يوصل سن البلوغ وقلت له تعالى صوم هيقول لك صعب فعشان كده يستحب لولي أمر الصبي أن يدربه على الصلاة وأن يدربه على الصيام وإن كان الصلاة والصيام مش عليه لكن شوف حديث ابن مسعود رضي الله عنه يقول إذا بلغ الصبي عشر سنين تكتب له الحسنات ولا تكتب عليه السيئات يبقى ابنك اللي أنت بتدربه على الصلاة وبتدربه على الصيام اللي لسه ما وصلش إلى سن البلوغ لو صلى وصام يكتب ليه الحسنات فإنت بتضفل رصيد إلى رصيد اللي جاي يبقى لازم نعلمه طيب حضرتك بقى اختل شرطي من الشروط دول مش مسلم يبقى مش عليه الصيام غير مطالب بالصيام طيب الصبي غير مطالب بالصيام بس قلنا ندرب طيب العاقل لأن العقل مناط التكليف إذا سلب الله تعالى العقل من عبد رفع عنه التكليف رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق طالما إنسان فاقد العقل فاقد الأهلية لا صيام عليه الأستاذ زناهد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا أستاذ زناهد لو سمحت يا زيخة أنا عندي بنتي عندها عشر سنين ما بيحبش الصلاة خالص أقول لها أسان تخش الجنة أقول لها كده بالعافية بالصلي ولما أسهى عنها أنا ما بيبصليش أختها عندها ست سنين وامتزمة للصلاة من أول ما قدمت جنة صلو هي سكتة أدي أنا الصلف معنا إزاي حاضر حاضر يا حاج هناء شكرا لتصاعد شكرا لتصاعد طيب إنسان مسافر إنسان مريض فمن كان منكم مريضا أو على سفرين فعدتهم من أيام أخر أسقط الله تعالى الصيام من على المسافر ومن على المريض لأن الصيام فرضه الله تعالى على الصحيح المقيم فإذا أصبح الصحيح مريضا فلا صيام عليه وإذا أصبح المقيم مسافرا فلا صيام عليه لكن عليه أن يقضي إذا زال المرض أو إذا زال السفر يعني المسافر أصبح مقيم فعليه أن يقضي المريض أصبح صحيح فعليه أن يقضي إذا كان المرض لا يرجى شفاءه وعلى الذين يطيقونه فديات طعام مسكين يبقى واحد مريض ليس عليه صيام طب المرض يا عم الشيخ لا يرجى شفاءه ده مرض مزمن يبقى عليه الإفطار وأن يطعم مسكين عن كل يوم وسيعطيه الله تعالى أجر الصيام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء يبقى مسائل الصلاة والزكاة والصيام شف من السهولة بمكان معنا مين السيدة هودة سلام عليكم تفضلي يا السيدة هودة لو سمحت لك أن أتمنى شيء يقول على فرنة العصر يقول حديث عن بصرات السلام أنه ما ترك ركاة بعد صلاة العصر بأبا جليل لم يترك ركعتين بعد العصر آه حاضر يعني هي ركاة في العصر لأربع أبنية أقول لك حاضر عبد الله في الخير شكرا أن حجة هودة آخر ركن عندنا الحج يقول الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فإذا كنت معاك مال يكفيك مؤنت الحج حتى ترجع وأن تترك لأهلك مال يكفيهم حتى ترجع إليهم يبقى واجب عليك الحج تب مش معاك لا حج عليك السادسة سميحة تفضلي السلام عليكم وعليكم سعر الله بركاته أنا عابل سعيزة أسأل سؤال بالنسبة لست أيام البيت ممكن أن أنا لما أطمهم بنية الأيام اللي عليها وبنية الست أيام ينفع؟ ده سؤال في سؤال تاني؟ لا لا شكرا حاضر نجاوبك إن شاء الله إذن لما نقولي التعريف فأبي الإسلام الشهادتين وحضرتك قلتهم الصلاة دي واجبة عليك طالما فيك نفس وحياه واجبت عليك الصلاة اوعى تترك الصلاة صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جم حضرتك مش قادر تتكلم بعنيك حضرك مش قادر تركع وتسجد يبقى بعنيك ما في حرج أبدا المية صعبة علي مش لا المية في عزر في اتيمم لكن لا تسقط الصلاة من على الإنسان طالما فيه حياة طيب الزكاة معاك مال بلغ نصاب ومر الحول يبقى تطلع النسبة مش معاك خلاص طيب الصيام يا عم الشيخ قلنا قلنا الشروط مين اللي يجب عليه الصيام اختل شرط خلاص الحج للقادر المستطيع ما أيسر هذا الدين وما أسهل هذا الدين هنكمل الفكرة بس بعد ما نجاوب على الأسئلة عشان الوقت ما ينسحبش من تحت أقدامنا الأستاذة نورة بتسأل على صلاة الاستخار يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بالأمر ولم يتبين له وجه الخير من الشر فيه فليركع ركعتين من غير الفريضة وليتوجه إلى الله تعالى بالدعاء أول يدعو الله تعالى اللهم إني أستخيرك بعلمك فإنك تعلم ولا أعلم وأستقدرك بقدرتك فإنك تقدر ولا أقدر فإن كان هذا الأمر خيرا لي في ديني وأمري ومعاشي وعاقبة أمري فيسره لي وإن كان هذا الأمر شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفني عنه واصرفه عني وتسمي الأمر الذي تريده من معنا؟ أستاذ ماروت فضلي فضلي يا أستاذ ماروت تعاود للتصال إن شاء الله يبقى ركعتين يا أستاذ نورة في أي وقت من الليلة أو النهار وبتتوجه إلى الله تعالى بهذا الدعاء اختلف العلماء في موضع الدعاء يطره وبعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية ولا في نهاية التشهد قبل السلام ولا بعد ما خلص الركعتين خالص بعد السلام وانا قاعد كده باختم الصلاة ورد هذا وهذا وهذا فالوضع اللي رياحك عمليه لا حرك في هذا الأستاذ محمد ليه سؤالين بيسأل إزاي أوصل لحالة الخشوع في الصلاة وبيسأل عن الفرق بين السنة المؤكدة والسنة غير المؤكدة حالة الخشوع في الصلاة عشان أوصل لها لابد أن أستحضر عظمة الله تعالى وإذا كان بيعملوا الصحابة حتى وهم رايحين يتوضوا بيجهزهم من عند الوضوء فما كان بيتوضكا بيرى أو بيرى على وجهه أثر الخشوع حمره وخوف وقلق كأنه رايح يقابل شخصية مهمة ونكمل بعده محمد سلام عليكم أمم محمد سلام عليكم أمم الشيش فابضلي بعد إذنك والدتي ووالدي عليهم برشيد ماشيك وهم كانوا يضحوا بحاجة بسيطة يعني برميز صغيرة فالوقت اللي كانوا يطالبهم الأولى أن هم يضحوا ولا أن هي تبيع الرميز وتسد الجزء من الفلوس دي حاضر كان والدتي فيه وقت ترفيزين يا بيت عشان والدتي بتقول أنا خايف أبيع الرميز وسد الجزء من الفلوس حاجة تحترف البيت حاضر حاضر شكرا يا محمد لاتصالك يبقى حالة الخشوع أنني أستحضر عظمة الله تعالى وهكذا كان يفعل الصحابة فإذا سئل ما هذه الرجفة وما هذا الخوف فكان يقول أتدري أمام من سأقف ومعاني الأستاذ علي السلام عليكم يا جزيزيز سيدك يا شيخ السلام طيب وانت بالصحب السلامة تفضل أنا شيخ والله أختي توفت وأبويا عايش وأمي لها ميرات حاضر بس كده بس كده بس كده أستاذ ربنا عند الوضوء فلما يؤف بين يدي الله تعالى ويكبر تكبيرة الإحرام اعرف معنى يعني الله أكبر الله أكبر من كل شيء فلا تفكر في زوجة ولا تفكر في مال ولا تفكر في سلطان ولا تفكر في أي شيء من حطام الدنيا وعليك أن تستحضر عظمة الله تعالى حالة تلاوة الفاتحة وتلاوة القرآن والتسبيح بقدر الإمكان فإذا دخل الشيطان يوسوس حاول ترفع صوتك وتسمع نفسك هتوصل لحالة الخشوع واحدة واحدة إن شاء الله أستاذ مروه سلام عليكم فضالي يا أستاذ مروه سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أكن سأعزت الحاجة على سؤال فضالي أنا والدتي كانت رمضاني فيها التعبت قوي يعني جالها مرض ما فيش شفاء منه وهي يعني توفت فهي صامت خمسة أيام بس في رمضان وبعدين تعبت جامد فترة رمضان كله فهي توفت من كم شهر يعني مناش عليها رمضان تزوت إن هي تصوم فهي كده الصيام يعني صوت عنها ولا هي المفروض نخرج حاجة ولا نعمل إيه حاضر يا شزا مروه هجاوبك إن شاء الله شكرا لاتصالك معانا أمو محمد تاني فضالي يا أمو محمد لو سمحت يا شيخ فضالي دلوقتي أنا كنت وانت في رمضان وفكرت الشهر كله ما قالي تلات سنين وانا معاي عيال صغيرة مش قادرة أن أنا صوم ويسا أولدتي تاني للسنة دي قبل رمضان مش قادرة أن أنا صوم اللي يلدي كلها فدلوقتي ينفع طلع عن كل يوم مسكين ينفع يا حجة محمد وهقولك إن شاء الله حاضر شكرا لاتصالك السؤال التاني بتاعي أستاذ محمد إيه الفرق بين السنة المؤكدة وغير المؤكدة السنة المؤكدة التي واضب عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركها السنة الغير مؤكدة التي كان يؤديها أحيانا ويتركها أحيانا أخرى الأخت ناهد بتسأل بتقول عندها بنتين بنت عشر سنين يعني أحيانا بتصلي بالعافية وبعدين بتترك عندها بنت تانية ست سنين مواصبة على الصلاة مجرد ما بتشوفهم بتصلي بتصلي معهم هنقولك يا أخت ناهد ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء هو عموما كل ده رز بس انت يخذ بالك حاولي بقدر الإمكان إن انت تعلم البنت وحاولي تلزام معاها الأدب في الصلاة واتعرفيها فضل هذه الصلاة وإن الصلاة دي من عند ربنا سبحانه وتعالى واتحبي بيها في الصلاة واتحاولي بقدر الإمكان إن انت تعمل لها حوافز إيجابية يعني لو صليتي هاجب لك لو صليتي هعمل لك تحاولي تشجعيها على الصلاة مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين الضرب هنا معناه إن يبقى فيه عملية تحفيز فلو التحفيز مش هاجب نتيجة حسسيها بإنك ممكن تضربيها وحاولي معاها بس بالراحة شوي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزاي حددتكم الله يكرمك فضلي لو صمحت معاليش أنا كان عندي شؤالين الأول دلوقتي إحنا عندنا إحنا أربع أخوات تمام؟ بنتين وولدين ماشي وإحنا عندنا شقق اللي إحنا نشمسي يعني همicar حياته مبهدنا خالص في شغل وفي جواز وكل حاجة وأنا واختي يعني السفام بس فإحنا وفي رمضان لازم تحصل لنا حاجة يعني يا أبويا يمرد يا أخويا يحصل له حدثة كده لازم كل رمضان كده بس كده إحنا مش عارفين إيه ده وإحنا بنطلع صدقات وكده إحنا مش عارفين ده من إيه كويس حاضر بس وعلى طول المشاكل في البيت مشاكل كتير أول في البيت كل يوم حاضر أنا يا حاضر شكرا أنت صالك معنا لأستاذ محمود فضل أستاذ محمود زكا مولانا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حضرتك بالنسبة للإنسان ما يجي يقبل على التوبة تمام من جنب الناس أو حاجة عملها مثلا تمام نعم سمعني يا مولانا سمعني يا مولانا سمعك فضل لما يجي مثلا يكون تايد يتوب إلى الله كعالى تمام ويصلي ويصوم قيام الليل ويأدي الفروض اللي عليه تمام فجأة بعد فترة كده هو يلاقي نفسه يبتدي عاية تشكي تاني من نفس الطريق يرجع يرجع للجوز من الطريق دي يجي له نوع من أنواع الندم عايز يرجع تاني نعم بس بس أول حالتك فأنا عايز تدلني للطريق الصحيح حاضر شكرا عز محمود الأخت هدى كانت بتسأل عن سنة العصر بتقول أن فيه ركعتين والنبي ما كانش بسبهم لا سنة العصر يا أخت هدى هما أربع ركعات قبل العصر ممكن يتصلوا ركعتين ركعتين وممكن يتصلوا أربعة على بعض لكن ليس للعصر سنة بعدية لدرجة أن فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس حضرتك صليت الصبح ما فيه الصلاة خالص بعد الصبح تطوع لغاية لما الشمس تطلع وحضرتك صليت العصر ما فيه الصلاة تطوع خالص بعد العصر لغاية ما تغرب الشمس الأخت سمية بتسأل عن الستة البيض بتقول الستة البيض يا ترى ممكن أصومهم بنية القضاء أولا يا أخت سمية القضاء فرض لأن القضاء عن رمضان والستة البيض سنة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئ ما نوى معنى هذا إن كل عمل بيحتاج نية والعملين مختلفين عن بعض هذه فريضة وهذه سنة هذا واجب أوجبه الله تعالى وهذه نافلة سنها النبي صلى الله عليه وسلم إذن لا يجوز أنني أجمع بالنيتين حضرت كسومي الستة وبعد ما تخلص إن شاء الله قضاء ما عليكم من رمضان متسح حتى شعبان وهكذا كانت تفعل عائشة رضي الله عنها معنا مين؟ أم محمود فضلي يا أم محمود فضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته زكي حضرت الشيخ يا ريت وطي التلفزيون يا محمود وتسمعيني بالتلفون أنا بعيد عنه والله طب اتفضلي بعد إذنك أنا ابني موجود بيتفرج على حضرتك دلوقتي عنده 14 سنة يعني السلة ده بزقه على لزة ويتشخط على طول بيتكلم على طول بتشخيط يعني ويعلي صوته كتير ده أول سؤال فعايز حضرتك تكلمه كده في المتين يمكن ربنا يهديه يا رب فضلي ده أول سؤال تاني سؤال حضرتك دايما يعني أنا بقيمي الليل الحمد لله وبصلي الفجر حاضر وبصلي كل أوقات الحمد لله فدايما أنا حاسة بتقسير من ناحية ربنا إن أنا ربنا مش أيجازيني إن أنا سالتي كده من الصحيح لإني بسرح كتير في السلط تمام حاضر يا ابن حمود آآ تالت سؤال معلش يا حضرت الشيخ عشان ده بتاع أخت مسلمة وموصياني عليه فضلي آآ الأخت ديت معاها ابن بيجيب قرش يعني مش محلل مش حلال فهي طول شهر رمضان بتاكل وتشرب من نفس القرش ده لإن هي تعبانة ما تقدرش تشتغل عندها خشونا فجلاء وعندها السكر عندها الضغط يعني ولا جاها معايش ولا بأي طريق حاضر حاضر فهي كده صيامها حلال وعشتها كده حلال ولا إيه حاضر هجاوبك إن شاء الله يا ابن حمود شكرا لتصالك آآ الأخت أم محمد بتسأل عن الأضوحية ولا تسد ديون هقولك يا ستة محمد سيبك من حكاية لو منعت الأضحية هيحصل حاجة لا ديون الناس واجبة نسد الدين اللي علينا الأول وبعد كده نضحي لو معانا لأن الأضحية سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أداها أجر ومن تركها فلا إثم علي حتى لو أنا قادر أضحي وما ضحتش لا إثم علي لكن لو ضحيت وأنا قادر يبقى هاخد الأجر لكن الديون دي لابد إن أنت تسد الديون اللي عليكي لأنك لو ما سدتيش الديون اللي عليكي ده دي من الحاجات اللي بتحبس الإنسان عن دخول الجنة هيحبس عن دخول الجنة الغيت لما صاحب الدين يعفو عنه وإحنا ما نضمنش يبقى نسد الدين الأول يا ستم ومحمود وبعد كده معانا نضحي لو مش معانا لا حرج إن شاء الله تعالى وما تخفيش لو ما ضحيتش مش يحصل حاجة الأخ علي بيسأل عن مسألة في المراس بيقول إن أخته توفيت قبل أبوها هل ليها مراس ولا لا؟ الشرع لم يجعل لأبناء البنت أو أبناء الإبن اللي هم توفوا قبل أبوهم نصيب في المراس لكن الشرع جعل لهم الوصية الواجبة فيواجب على أبوها إن يوصي لأولادها وصية واجبة في حدود التلت تب لو ما وصاش القانون المصري بيعطي أبناء البنت وأبناء الإبن اللي توفوا قبل أبوهم أو أمهم نصيب أبوهم أو نصيب أمهم أو التلت أيهما أقل بمعنى لو هي نصيبها التلت ولادها هياخدوه يبقى كأنها عيشة تماماً لو أقل من كده هتاخدوه لكن لو أكتر من كده هياخدوه التلت فقط فأنت يا أخ علي عليك إن أنت تعطي أبناء أختك نصيب أختك لو كانت حية إذا كان في حدود التلت أكتر من كده ياخدوه التلت لو أقل ياخدوه معنا مين؟ الأستاذة زينة بتفضلي ألو سلام عليكم تفضلي يا أستاذ زينة بتفضلي سعط لبركاته أسمعك أنا عندي بنتي عندها ثلاث سنين نعم وبتجيب الليل وما بتنامشي وبتبدل تزاعد كده وشغلها كوروه وبترمي التليفون لو أقتردت تسمعه هل هي ببقى تاعمة ملموسة ولا عندها إيه؟ حاضر حاضر يا أخت زينة وبتحبت نام ودام عطبت الحمام حاضر حاضر أعمل ما هي وما بتنايم نسطل اللي ربنا إن شاء الله يشفيها على خير إن شاء الله حاضر شكراً لاتصالك يا أخت زينة ومعنا مدام نادية سلام عليكم مدام نادية سلام عليكم عليك سعط الله وبركاته طب أنا عندي بس شؤال هو شؤال في اتنين يعني أنا بسمع يعني بقوله إيه؟ الجنة تحت أجلام الأمهات طبعاً الأمهاتنا على عين ورافنا ومفيش قربة عندنا من الأم وفيه شؤال تاني بيقول إن اللي عنده تلاث بنات بيجوزهم بيدخل الجنة نعم فأنا عندي أعرف حضرتك فيه قدامي إنه ماجيك كتيرا ناس كتيرا مثلاً للشتة ما بابقيتش أم طبعاً ما بقى أنجبتش ولا مش شئ مش بلعبتها وفيه حد برضو ما أنجبش فما زوجت بنات ولا يعني ولا كده فعندي أعرف هل هم من همش مصيب من اللي هو بقولك الجنة تحت أجلام الأمهات يعني؟ حاضر حاضر شكراً لاتصالك يا أخت نادي معانا مدام دونيا فضل يا مدام دونيا السلام عليكم خط أطعوا ليه؟ طيب خط أطعوا الأخت مروة كانت بتقول إنها صامت خمس أيام لها والدتها صامت خمس أيام وفطرة الباقي وتوفيت إلى رحمة الله تعالى تعمل إيه؟ جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صيام أفأصوم عن أمي؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم أرأيتي لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم قال فدين الله أحق بالوفاء العلماء اختلفوا في الرواية دي منهم من قال بأن على ولي من مات وعليه صيام أن يصوم عنه ولكن أكثر العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم حول هذا الصيام وكأنه دين يبقى من هنا تطعمي مسكين عن كل يوم أفطرطه أمك يا أخت مروة يبقى كل الخمسة وعشرين يوم الباقيين هتطعمي خمسة وعشرين مسكين بإذن الله تعالى وكده ترفع الحرج عنك وعن أمك وعن أمك ولك الأجر معانا مين؟ مدام مروة سلام عليكم وعليكم السلام فضلي وعليكم السلام يا فضل تفضلي عندي سؤال أنا لأن أنا قبل ما أتجوز عند الوقت ما أتجوز فقلت لما أتجوز ربنا يكرمني يعني أول ولد لي هسمي محمد فأنا دلوقتي حامل فبقى ندر كنت ندرها فجوزي بيقول لي لا أنا مش هسمي محمد تمام فأنا مش عارفة أعملي يعني مثمم كمان يعني مش عارفة أعملي في الندر اللي أنا كنت ندراك سهلا إن شاء الله هقولك يا أخت مرة شكرا لاتصالك إحنا باقي معانا أديه في الوقت لا يبقى بلش مدخلات بقى وكفيه عشان إيه ألحق بس أجوب بسرعة كده على الباقي الأخت ممحمد بتقول إنها ولدت في رمضان وبتردع ومش قادرة تقضي يا أخت ممحمد ليس عليك صيام الولدة أو اللي بتردع عليها أن تطعم مسكين عن كل يوم تفتره يبقى ما عليك أن تشوفي أن تفترتي كم يوم يبقى عليك أن تطعمي مسكين عن كل يوم فترتين السؤال اللي بعد كده طبعا هو فيه مراس ومسألة طويلة شوية أربع إخوات واتنين بنتين وولدين والأب جاب شقة للولد الأولاني والولد الثاني لسه صغير وهي مجرد ما توفي الأب إلى رحمة الله تعالى كل اللي تركه تاركة تقسم على الباقي الكبير خد رزقه والصغير خد رزقه ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء أنتوا عن طيب خاطر تنازلتم بهذا المكان لأخوك الصغير أو ليكم لا حرج بالتنازل أو بالتراضي تسقط الحقوق الأخ محمود بيقول بتكلم عن التوبة بيعمل الزنب وبعدين يتوب وينتظم في الصلاة والصيام ولكن برجع للزنب يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تمل وذلك في الحديث الطويل اللي سئل يا رسول الله إن العبد يفعل الذنب ويتوب يتوب الله عليه قال نعم في النهاية قال له إن الله لا يمل حتى تمل إن الله لا يمل من التوبة على العبد حتى يمل العبد من الزنب فلا يعود إليه عندنا بقي الأسئلة في الحقيقة هي كانت أسئلة مهمة جدا لكن يمكن أهم هذه الأسئلة النازر بتاع الأخت مروة عليك تكفري كفري تيمين طالما زوجك مصمم إنه هو يسمي اسمي غير اللي أنت نظرت به ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا في النهاية لا يسعوني إلا أن أشكر حضراتكم وأشكر فريق العمل في السوديو والكنترول كل عام وأنتم بخير وإلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته